موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من برنامج في أرويقة رمضان وموعدنا اليوم مع هلاك طاغية جبار رهيب كان هلاكه في رمضان من نعم الله على المسلمين بل ومن نعم الله على عباده أجمعين هذا الرجل لقب بهلاك العالم لشدة ما افترسه هو وجيوشه من البشر ولكثرة ما خربوه و أهلكوه و دمروه حتى من النبات و الحيوان و الحجر فيعني كم خرجت على يده الأرواح الناظرة و كم خربت على يده المدن الزاهرة و كم طمس تحت خيله عمران و حضارة هذا الرجل كان يسمي نفسه غضب الإله على البشر و كان يقول لمن يقع تحت يده لا شك أنك أذنبت ذنبا عظيما فعقبك الإله أن جعلك تقع في يدي إنه الرجل الذي وضع نفسه ضمن سجل أطغى طغاة البشر و هو الذي جعل للمغول مكانا في التاريخ ففي الحقيقة يعني يضرب به المثل في إنشاء أمة كما يضرب به المثل في إهلاك أمم لا شك أنكم عرفتموه إنه جنكيس خان يعني بداية أحب أن أبدأ هنا بتعبير ذكي قاله مايكل هارت في كتابه الخالدون مئة في هذا الكتاب جعل جنكيس خان رقم 21 من ضمن أهم مئة شخصية في التاريخ و يعني مما قاله عنه قال إنه في التاريخ أناس كثيرون مثل جنكيس خان سواء قواد أو مجانين قاموا بغزو مساحات هائلة من الأرض و حققوا انتصارات عسكرية بارزة و من ألمعهم الإسكندر الأكبر و نابليون و هتلر لكن يعني هو يقول إن هؤلاء يشغلون مكانهم في تاريخ العالم لأنهم تحكموا في أرض واسعة و شعوب كثيرة و كان لهم أثر بالغ على حياة معاصرهم فمهما كان شعورنا نحوهم يعني تقدير أو احتقار أو الحب أو البغض فإنهم صنعوا التاريخ يقول لكن جنكيس خان أهم من الثلاثة جميعا اللي هم نابليون و هتلر و الإسكندر فكلا من نابليون و هتلر هزم في حياته و الإسكندر لم يخلفه قائد قوي من بعده فانهارت إمبراطوريته بموته أما جنكيس خان فقد مات منتصرا و عمرت إمبراطوريته من بعده قرونا يضيف مايكل هارت فيقول أنه إذا لم يوجد مثلا كريستوفر كولومبوس لكان سيوجد غيره يستطيع أن يكتشف الأمريكتين و مثلا إذا لم يوجد سيمون بوليفار لكان سيوجد غيره ممن يستطيع أن يحرر أمريكا الجنوبية و إذا لم يوجد توماس أديسون فلا شك أن غيره كان سيستطيع أن يكتشف المصباح الكهربائي لكن إذا لم يولد جنكيس خان فمن المستبعد تماما أن يقوم واحد آخر بهذه الغزوات الواسعة و إقامة الإمبراطورية المغولية التي تمددت من كوريا إلى بولندا فقبائل المغول لم تتحد قبله و لم تفلح أن تتحد بعده مرة أخرى لذلك فهو واحد من أهم محرك التاريخ الإنساني هنا انتهى كلام مايكل هارت جنكيس خان كان اسمه تيموجين و طبعا هذا اسمه قبل أن يعرف بهذا اللقب المرعب جنكيس خان جنكيس خان معناها حاكم العالم و نشأ في قبيلة مغولية عادية و أصابه اليتم مبكرا لأن الصراع القبلي الموجود بين المغول أصفر عن مقتل أبيه و هو في التاسعة كان أبوه هذا هو زعيم القبيلة و فيما بعد أصفر نفس هذا الصراع القبلي عن سبي زوجته من بين يديه بعد زواجهما بقليل فزوجته سبيت منه و بعد قليل أصفر نفس هذا الصراع القبلي عن وقوعه هو نفسه أسيرا و لقي في أسره الإهانة و كاد يقتل لو لأنه استطاع أن يهرب من أسره فمنها هنا اشتعلت النار في ذلك الفتى الشاب الموهوب هذا الفتى الذي تحرك للثأر و الانتقام اكتشف بعد قليل في نفسه و طبعا اكتشف الآخرون فيه أنه أكبر من أن ينتقم لقبيلته وحدها فعمل على جمع القبائل المغولية تحت إمرته و توحيدها بالحرب أو بالسلم بدأت زعامته وهو في السابعة عشر من عمره حينها يعني وهو في السابعة عشر من عمره كان قد استطاع بالفعل توحيد قسم كبير من المغول تحت إمارته و حقق بهم بعض الانتصارات و مع أنه بالمناسبة لا يعرف القراءة ولا الكتابة لكنه كان زحيما سياسيا و مقاتلا بالفطرة و استطاع بما أبداه من شجاعة و جلد توحيد أمر قبيلته المغولية في يده ثم بمزيج من السياسة و القوة وحد القبائل المغولية تحت سلطانه بعد حروب أهلية داخلية خرج منها بهذا اللقب الذي غلب على اسمه و هو لقب جينكيس خان و هنا نجد مشهدا جديدا الطاقة المغولية المكبوتة التي كانت تتبدد في الحروب الداخلية المهلكة بين القبائل تتحول منذ هذه اللحظة إلى إعصار وحشي ضخم يبدأ في ابتلاع الدول و كان العدو الأول الذي بدأوا به هو العدو التقليدي للمغول الذي هو الصين الجيش المغولي الذي توجه إلى الصين بلغ في بعض التقديرات ربع مليون مقاتل 250 ألف مقاتل مغولي و بالفعل استولى جيش المغول على أجزاء واسعة من شمال الصين و دمر هذه الإمبراطورية العريقة بعد حصار شديد اضطر معه الصينيون الذين كانوا محاصرين إلى أكل جثث الموتى قبل أن ينهاروا و يأكل جيش المغول ما تبقى من البشر منهم المهم الذي نحب أن نركز عليه هنا أنه في هذا الحصار الشديد استطاع جينكيس خان أن يستفيد من علوم الصين فأي واحد يعني صاحب علم أو موهبة كان داخل إلى الصين أو استطاع الخروج منها فكان جينكيس خان كان يأخذه و يقربه و يستفيد مما عنده من هذه العلوم أو المعي ففي هذا الحصار بدأ يتعلم المغول بناء آلات الحصار لأنها تحتاج الأمور الهندسية أو تحتاج نوع من العلوم و الترتيب ففي هذا الحصار بدأوا في تعلم بناء آلات الحصار و أدوات الحرب و أمور الهندسة المجانيخ و القذائف و هذه هي الطريقة التي ستكون فيما بعد في كل مدينة يعني ستكون هذه طريقتهم في كل مدينة يستولون عليها أنهم يأخذوا منها أهل العلم و كتب العلم الذي يرونه نافعا بالنسبة لهم ثم يحرق الباقي و يخربه بوحشية لا نظير لها طبعا كثير ما لا تذكر هذه المعلومة المهمة ضمن الحديث عن وحشية المغول أنهم كانوا يستصفوا العلماء و يأخذوا إلى عاصماتهم الكتب العلمية لكي يستفيدوا منها طيب يهمنا الآن أن نرى كيف بدأ احتكاك المغول بالعلم الإسلامي و ما الذي أشعل الصراع بين العلم الإسلامي و بين المغول طيب هنا نحتاج أن نتوقف وقفه سنترك الآن جنكس خان و تعالوا نلقي نظرة على عموم العالم الإسلامي العالم الإسلامي في ذلك الوقت كان يعاني من ضعف عام فتقريبا كل العالم الإسلامي في ضعف يعني الخلافة العباسية في بغداد ضعيفة مساحة فوذيها تقريبا هي العرق فقط في مصر و الشام كانت تحكمها الأيوبيين والأيوبيين كانوا منقسمين و بينهم نزاعات و مشكلات هم كانوا ثلاثة فروع فرع يحكم مصر و فرع يحكم الشام و فرع يحكم الجزيرة الفراتية السلاجقة الروم في الأنضول أيضا في حالة من الضعف حتى دول المغرب الإسلامي كانت ضعيفة و حتى حواضر الأندلس في ذلك الوقت كانت بدأت في التساقط و يعني نحن أشرنا إلى هذا إشارة سريعة لو تتذكرون في الحلقة السابعة حين تحدثنا عن انطلاقة الأزهر فالخلاصة أنه كان العالم الإسلامي في حالة من الضعف إلا الدولة المتاخمة للمغول اللي هي الدولة الخوارزمية الدولة الخوارزمية كانت تسيطر على بلاد فارس و ما وراء النهر و أجزاء من أفغانستان أغلب أفغانستان و حتى أجزاء من أذربيجان هذه الدولة العسكرية القوية بدلا من أن تستثمر هذه القوة في الإضافة إلى عالم الإسلام بزغت في رأس السلطان علاء الدين خوارزم شاه لو سلطان الدولة أن يمد نفوذه إلى العراق و يستولي على عاصمة الخلافة يعني كان يريد أن يكرر ما فعله البويهيون من قبل و ما فعله السلاجقة أنهم يكونوا موجودين و مهيمنين على الخلافة العباسية و يكون لهم السلطان الفعلي مع الوجود الشكلي للخليفة العباسي فلذلك كانت سياسة علاء الدين خوارزم شاه و من بعده ابنه السلطان جلال الدين من جبرتي كانت السياسة هي الاستيلاء على ما حولهما من الإمارات الإسلامية بما في ذلك الخلافة و بالفعل استطاعوا القضاء على سائر هذه الإمارات و كادوا أن يسيطروا على بغداد بالفعل لو لا يعني ظروف خارجة عن إرادتهم لا تسع لها الوقت الآن يعني أحيانا أصابت الجيش عواصف خلجية و فمنعت تمدد الغزو و أحيانا بعض التمردات أو بعض المدن التي قاومته أو بعض الأمراء الذين صمدوا أمامه استفزوه فتفرغ لحربهم أولا فهذا الذي عطله فقط عن أن يجدح بغداد و أن تكون له السيطرة على بغداد طيب هنا يعني هذه السياسة أنتجت المشكلة الكبرى التي أيضا نادرا ما يشير إليها المتحدثون في هذا الأمر أشار إليها المؤرخ ابن الأفير ابن الأفير المؤرخ المشهور صاحب كتاب الكامل في التاريخ كان يقول بأن السبب في اكتساح المغول للدولة الخوارزمية هي أن الدولة الخوارزمية قضت على كل القوة الموجودة في هذه المنطقة يعني احتكرت القوة انفردت وحدها بالقوة فلما انهارت هذه الدولة تحت جيوش المغول كان هذا انهيارا عاما لكل معاقل الشرق الإسلام نص عبارة الأسير يقول إن هؤلاء التتر إنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع وسبب عدمه أن خوارزم شاه محمدا كان قد استولى على البلاد وقتل ملوكها وأفناهم وبقي هو وحده سلطان البلاد جميعها فلما انهزم منهم لم يبقى في البلاد من يمنعها ولا من يحميها ليقضي الله أمرا كان مفهولا طيب متى بدأ الاحتكاك بين المغول وبين العالم الإسلامي بدأ لما الخوارزميين قتلوا عدد من التجار المغول الذين مروا بالديار الخوارزمية طبعا بعض المؤرخين يذكرون أنهم في الحقيقة لم يكونوا تجارا وإنما كانوا تجار في الظاهر بينما كانوا في الواقع جواسيس وجواسيس أرسلهم جينكيس خان لكي يستطيعوا أحوال الديار وأحوال البلاد و هؤلاء المؤرخون يتشككون في هذا لأنه لأمرين الأمر الأول أنه النزعة التوسعية للمغول في عادة جينكيس خان لابد أن تفكر فيه لانسياح غربا يعني هو بالفعل استطاع القضاء على الصين و لابد أن يتمد غربا لأنه خلاص تقريبا لا توجد مزحات أخرى في الشرق و الأمر الثاني أنه ليس من عادة المسلمين و لا حتى من عادة الدولة الخوارزمية قتل التجار من أي أمة ففكرة أنه الأمير يعني قتل هؤلاء التجار فلابد أنه رأى من الدلائل التي تدل على جاسوسيتهم ما حمله على قتلهم طبعا جينكيس خان أرسل إلى الدولة الخوارزمية السلطان علاء الدين أنه لابد له من تسليم هذا الأمير الذي قتل هؤلاء التجار طبعا هذا الأمير هو الأمير إنالجيك أو ينال يعني الأتراك يسمونه إنالجيك و اللفظ العربي يسميه ينال فجينكيس خان قال لابد من تسليم هذا الأمير طبعا هذا الأمير هو خال السلطان نفسه يعني هو من بيت السلطانة و بالتالي رفض علاء الدين خوارزمية شهد تسليم بل و يعني قتل رسل المغول و هنا بدأ إعصار المغول يتوجه غربا ليعصف بالدولة الخوارزمية سنرى جيوش المغول الآن تكتسح بلاد البلاد التي كانت تحت سيطرة الدولة الخوارزمية منها بلاد ما وراء النهر اللي هي الآن تسمى بلاد آسيا الوسطى أو بلاد الجمهورات وسط آسيا و تمددت منها إلى بلاد الصقالبة والروس و في الجنوب اكتسحت الجيوش أفغانستان و شمال الهند و فارس و سقطت الحواضر الكبرى في كل هذه الأنحاء فما السر في هذا نراه إن شاء الله بعد هذا الفاصل فابقوا معنا بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام و على رسول الله عدنا إليكم لنتابع هذا الاكتساح المغولي للعالم الإسلامي طبعا من يقرأ التاريخ يرى أنه المشكلة الأساسية أن السلطان الخوارزمي رغم أنه يعتبر هو من بدأ الحرب لكنه اختار الدفاع مع أنه المعارك الأولى التي خاضتها الجيوش لم تسفر عن نتائج حاسمة يعني في الواقع كان المعارك الأولى بين الخوارزميين و بين المغول كانت معارك قوية و باسلة و استطاع الجيش المسلم الصمد فيها لكنه فيما بعد هذه الجولة الأولى اختار الدفاع طيب اختيار الدفاع يعني إيه؟ يعني بدل ما كان عندنا جيش واحد كبير يواجه جيش المغول اختيار الدفاع يعني توزع وتوزيع القوات المقاتلة على الحواضر المهمة لتتولى الدفاع عن المدن و الاستعداد للحصار فبالتالي اضطر الخوارزميين أن يوزعوا جيشهم و صارت هناك فرقة في سمرقند فرقة في بخارة و بالتالي لا نستطيع طبعا من المؤكد هذه ملحوظة مهمة من المؤكد أننا لا نستطيع بعد هذا الزمن أن نفكر في البدائل لأننا نفقد الكثير من المعلومات و المعطيات التي كانت عند السلطان لكن الذي نستطيع أن نجزم به أن ما حصل لم يكن صحيحا لأن الجيش الكبير للمغول صار يلتهم المدينة تلو الأخرى بينما الجيش قابعة في المدن لا تستطيع أن تمد المدينة المحصورة بكثير من العون لأنه خلاص الجيش توزعت و هنا نرى صدق سيدنا عمر بن العاص لما قال كان يقول قل لما يأتي محصور بخير و هذه الكلمة سيدنا عمر قالها في اليارموك في اليارموك عاد المسلمين كان 33 ألف و عدد قوات الروم كان 120 ألف يعني المسلمين كانوا أقل أربع مرات من جيش الروم لكن جيش الروم اتخذ موقع محصور ليجبر قواته على الحرب فسيدنا عمر فهم من هذا الاختيار أنه اختيار واحد مهزوم و خائف و مرعوب يريد أن يجبر الناس على القتال فقال لا يأتي محصور بخير أو قل لما يأتي محصور بخير طيب المهم أنه فعلا كانت الدولة الخوارزمية و جيشها في حكم المحصور كل فرقة بتتولى الدفاع عن مدينة و دمرت في هذا الاجتياح أهم من مدن الدولة الخوارزمية والتي كانت حواضرها الحضارية يعني العاصمة نيسابور و هذه كانت مجمع علمي و اقتصادي و سياسي سمر قند مدينة شهيرة كانت بحدائقها و قصورها و غناها التجاري لأنها كانت على ملتقى طرق التجارة طبعا بخارة اللي هي بلد الإمام البخاري و كانت مشهورة من الحواضر العلمية و كان أيضا فيها وجود تجاري كبير تشقنت و هذه كانت مركز للصناعات الحربية مدينة هرات و كانت أيضا من مركز العلم و الثقافة و حتى مدينة خوارزم التي يعود إليها أصل العائلة التي تحكم يعني و حتى المدن الأقل شهرة مثل المراغة و غزنة و بميان و هذه في أفغانستان الآن كل هذه المدن تحولت إلى خراب و حرائق و دمر شامل حتى أن المؤرخ القدير ابن الأثير و هو يروي هذه الأحداث تشعر في كلامه بشدة الحصر و التألم لدرجة أنه يقول لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها فأنا أقدم إليه رجلا و أؤخر أخرى فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام و المسلمين و من الذي يهون عليه ذكر ذلك فيا ليت أمي لم تلدني و يا ليتني مت قبل حدوثها و كنت نسيا منسيا إلا أنني حثني جماعة من الأصدقاء على تصطيرها و أنا متوقف ثم رأيت أن نترك ذلك لا يجدي نفعا فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى و المصيبة الكبرى التي عقمت الأيام و الليالي عن مثلها عمة الخلائق و خاصة المسلمين فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله سبحانه و تعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها و لا ما يدانيها و من أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل و تخريب البيت المقدس وهو بيت المقدس و ما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعف البيت المقدس و ما بنوا إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل و لعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم و تفنى الدنيا إلا يأجوج و مأجوج و أما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه و يهلك من خالفه و هؤلاء لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء و الرجال و الأطفال و شقوا بطون الحوامل و قتلوا الأجنة فإنا لله و إنا إليه راجعون و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها و عم ضررها و سارت في البلاد كالسحابي استدبرته الريح هذا كلامه بن الأثير و هو كما ترى كلام ينطق به الحسرة و التألم و يعني شدة الهول الذي وقع على العالم و على المسلمين من المهم أن نذكر أيضا أنه يعني كثير من الناس يتصورون أنه اندفاعة المغول و انطلاقة المغول و اكتساح المغول كأنه يعني كان يسير بلا بلا أي مقاومة لا يجب أن نذكر أنه في الواقع لو لا الرعب و الفزع لا استطاعت المدن المحاصرة أن تحقق نتائج أفضل يعني نحن حين ننظر في تفاصيل هذه الحصارات حصارات المدن سنجد أنه كثير من المدن استطاعت الصمود بشكل يفوق المتوقع أمام جيش المغول يعني إذا المدينة رزقت بقائد باسل صبور جلد فإنها كانت تصمد و يجب أن نتذكر أيضا أنه ما حل في الدولة الخوارزمية نفسها من الفشل و التنازع و ما ذكرناه من عدم المانع مع ما أثاره الرعب من المغول من هزيمة نفسية كل هذا كان فاعلا في وقوع الهزيمة كفاعلية القوة المغولية أو أشد بعد أن بلغ جينكيس خان السبعين جاءه الموت في مثل هذا اليوم الحادي عشر من رمضان من سنة ستتمية أربعة و عشرين للهجرة ففرغت الأرض من أحد أكثر من وطأها شرا و دموية و لا يزال المغول بالمناسبة يخلدون ذكره حتى الآن يعني الآن في منغولية يخلدون ذكره بتمثال ضخم تمثال ضخم رهيب يعني من رآه في أفلام وثائقية أو من استطاع أن يسافر سيجد شيئا مهولا وهذا مشهد في الواقع المرء يتعجب منه يعني كيف يمكن لأمة أن تقدس سفاحا كهذا فيعني الأمم قدست سفاحيها و يزداد عجب الواحد مننا في واقع الأمر لما يرى أنه بعض النخب في أمتنا تستخف و تستهين بأبطالنا الذين فتحوا الدنيا و كانوا مثالا في الرحمة و العدل و حمل الخير للناس يعني الآن في العالمنا الإسلامي تجد من يطعن في عمر بن العاص و من يطعن في خالد بن الوليد و من يطعن في سعد بن أبي و القاص و يعني أولئك الأقوام الفتحين طبعا فضلا عن من يطعن فيما بعدهم يعني كأمراء بني أمية أو خلفاء بني العباس أو العثمانيين يعني نحن في واقع الأمر في حال من البلاء ينبغي أن نحول نظرنا قليلا لنرى كيف يمكن كيف تفعل الأمم بأبطالها يعني حين ترى المغول و هم يعظمون جنكيس خان على هذا النحو كيف يفعل الفرنسيون مع نابوليون مثلا و بعد قليل سترى كيف يخلد الألمان ذكرى هتلر طبعا الآن الوضع لا يسمح لهم بتخليد ذكرها على نوع البطولة لكن سترى بعد قليل حين يزول الضغط الحالي كيف سيفعلون معه و هم يفعلون ذلك مثلا مع بيسمارك و مع غيره من أئمتهم كيف يفعل الأوروبيون عامة مع شارل مارتل الخلاصة أن الأمم تقدس من سفك الدماء و ساحة في الأرض بالفساد لو أنه كان يبنيها و يعني يجعلها على مصاري التاريخ فسبحان الله كيف يمكن أن تكون أمة كأمتنا تتصدر فيها نخبة تستطيع أن تشوه أبطالنا الذين كانوا فوق كونهم أبطالا في الفتوح و بناء الدول كانوا مثالا في العدل و الرحمة و الرفق بالناس و في ظلهم انتشر الخير في مشرق الأرض و مغربها كان هلاكه في مثل هذا اليوم جنكيس خان فنسأل الله تبارك و تعالى أن ينجينا و ينجي العالم العالم كله من شر هؤلاء الطغاة و نسأله تبارك و تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا و أن يزيدنا علما و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة